أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن مملكة البحرين تقدم نموذجا عالميا فريدا من نوعه في دعم الشباب وإعداد قادة المستقبل وتهيئة كافة الظروف المثالية أمامهم للمشاركة في صناعة القرار الأمر الذي يتفق مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في جعل الشباب البحريني يتصدر قائمة أولويات العمل الوطني في المملكة والعمل على تمكينه وتأهيله بصورة علمية صحيحة وتوفير كافة مستلزمات رفع مستويات مشاركتهم في صناعة القرار وتوسيع دائرة إسهاماتهم في عمليات التنمية ووضع الحلول المناسبة لكافة التحديات في مختلف القطاعات جاء ذلك بمناسبة قرب انطلاق قمة الشباب 2020 والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 11 إلى 10 من نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والشباب البحريني عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بهدف تقديم الشباب لعدد من الحلول المبتكرة والقابلة للتطبيق لتخطي التحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة والعمل على تقديم توصيات تساهم في جعل الشباب البحريني عنصراً أساسياً في صناعة القرار وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها قمة الشباب والتي أقيمت في العام 2018 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي مثلت فرصة كبيرة لتوحيد الجهود ودعم المبادرات والبرامج المتعلقة بالشباب والمساهمة في وضع الأطر الأساسية والاستراتيجية لقطاع الشباب تعود قمة الشباب بعد عامين لتؤكد الاستمرار والتنسيق المتواصل بين كافة المعنيين بتنمية قطاع الشباب في المملكة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في مواجهة التحديات التي تنوعها وتقديم منصة تتيح للشباب فرصة التعبير عن أرائهم ووجهة نظرهم في مختلف القضايا الراهنة وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع تنامي عدد الشباب في المملكة أصبح إلزاما على المملكة تطبيق سياسات تساهم في إشراك الشباب وصناعتهم للقرار الحيوي لتمكين الشباب من القيام بواجباتهم تجاه المملكة والمشاركة بفاعلية في تأكيد أسس رفعة البحرين والنهوض بشتى قطاعاتها وصولا إلى أرقى المستويات التميز وثقتنا كبيرة في الشباب البحريني لتقديم مشروعات وأفكار رائدة في قمة الشباب التي تعقد وسط آمال وتطلعات مستقبلية بقدرات الشباب في ظل ما يمر به العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة فيروس كورونا وبين سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة تعقد قمة الشباب 2020 بطريقة مغايرة تماما من خلال تسليط الضوء من قبل الشباب وصناع القرار على مكامن التحديات التي تعترض مسيرة هذه القطاعات وكيفية وضع إطار والسراتيجية محددة بأفكار الشباب ومنح الشباب فرصة لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول تلك التحديات لمعالجتها بأفضل السبل وأشار رسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نمتلك تجربة فريدة من نوعها في العمل مع الشباب في مختلف المجالات وقد بدأنا نحصد ثمارها ثمارا زرعناها من نجاحات كبيرة في إشراك الشباب بصناعة الأمل والمستقبل للبحرين بالإضافة إلى تكوين الصورة الذهنية الحقيقية لعظم المسؤولية التي تقع على عاتق الشباب من أجل تحقيق مفردات التطور للبحرين وختم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تصريحه بالتأكيد اليوم هو يوم مهم في العمل الشبابي البحريني باعتباره يمثل إرادة المملكة في جعل الشباب العنصر الأساسي في مواجهة التحديات ونحن نوجه الدعوة للشباب للمشاركة في هذه القمة والحرص على المشاركة الإيجابية فيها عبر تقديمهم رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تتناسب مع مستوى التحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المملكة لأن مستقبل المملكة مرهون بدور الشباب ومدى إقناعهم بأدوارهم في المشاركة بصناعة القرار ترجمة نانسي قنقر